تشهد شوارع السليمانية تراكم للنفايات بسبب إضراب عمال شركة التنظيف المتعاقدة مع البلدية بسبب تأخر صرف مستحقاتها المالية منذ عدة شهر النائب في برلمان كردستان العراق علي حمصالة حذر من خطر انتشار الأمراض في مناطق السليمانية بعد تزايد انتشار النفايات ودعا الحكومة والجهات المعنية بحل أزمة رواتب عمال التنظيف المضربين عن العمل صالح كشف أن مشكلة تراكم النفايات في السليمانية تتجدد كل عام مع تجديد عقود الشركات بسبب مشاكل التمويل طبعا كل سنة مع تجديد عقود شركات تظهر المشكلة هذه المشكلة بعضها مرتبط بالشركات وآلياتها والعملين فيها وبعضها مرتبط بتمويل الحكومة للشركات بلدية السليمانية طالبت وزارة المالية في كردستان العراق إما بتكليف شركة تنظيف أخرى أو قيام وزارة البلديات بعملية التنظيف بنفسها على الحكومة إعلان المناقصة من جديد ويعطاؤها لشركة أخرى أو أن تقوم الوزارة بهذا العمل وتجمع النفايات بنفسها أما شركة التنظيف الخاصة فقد كشفت أن الحكومة وبدلا من أن تعمل على حل الأزمة تثقل كاهل الشركات والعاملين فيها بمجموعة طلبات تعجيزية على حد وصفها يقوم العمال بالإضراب عن العمل من أجل تخفيف ضغط الحكومة ووزارة البلديات عليهم التي تطلب منهم خطاب الضمان أو تجديد آلياتهم في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تقوم بنفسها بجمع النفايات عمال شركة التنظيف في السليمانية لم يجدوا من وسيلة أخرى للضغط على السلطات المحلية في المحافظة للتعجيل بتزديد مستحقاتهم المالية المتأخرة سوى الإضراب والذي تسببه بتراكم النفايات في الشوارع وتهديدها للبيئة والصحة العامة